فنانة صحر حسين بتنزل صورة على حسابها على انستجرام مع بنتها وكتبت بنتي أنت التي أخاف عليها من أن تؤذيها الحياة فيتأذى قلبي ونالت طبعا الصورة دي إعجاب ناس كتير جدا وكمان نجوم من الكويت ومن الدول الأخرى في الفيديو ده حنتعرف على صحر حسين وهي ممثلة قطرية من أصل عراقي ولدت لأبوين عراقيين وعاشت فترة حياتها في الكويت وبدأت التمثيل في عام 1976 وده من خلال مشاركة في عدد من الصهارات التلفزيونية ويفسن صغيرة عام 1980 شاركت بمسلسل العتاوية مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا واشتهرت بدورها فيه درست في المعهد العالي للفنون المسرحية ولكنها لم تتخرج منه بسبب الغزو العراقي للكويت استقرت في قطر وتجوزت من بعد ذلك وانجبت أبناء إلا أنها مفصلت عنه بعد ذلك وعادت مرة أخرى إلى الكويت من خلال مصرحية البلات والطنطل ومسلسل أطلب الطلاق عام 2013 كانت منجوزة من شخص قطري وعندها منه ثلاث أبناء فيصل وأحمد وديماء وهو من عيلة فنية شقيقتها هدى حسين ممثلة والمخرجة نجاة حسين والكاتبة ابتسام حسين وكمان الممثلة سعاد حسين منلاقي كمان أن هي توقفت عن التمثيل في عام 2001 ولكن قررت العودة في المجال الفني بعمل مصرحي عام 2011 اسمه قلة أدب وعادت للكويت في مصرحية البلات والطنطل ومسلسل أطلب الطلاق اشتغلت كمان في التلفزيون بعض المسلسلات زي العتوية أبلة منيرة الطمعون أيام العمر وأخرهم ست الحسن عام 2022 وهو اللي بيتم دلوقتي عرضه على منصة شاهد في آي بي والمكون من ثلاث حلقات والمسلسل بيدور حول جريمة وست الحسن مجرمة بيستخرج من الجسس الدم علشان تعمل وصفات طبية وتخفف بها الناس وبتشاركها في البطولة أختها اللي بتقوم بدور رجاء وكمان الفنانة صحر حسين اشتغلت كم مصرحية زي أحلى صباح وكوكبنا الصغير وامرأة قالت لا وأظهار الشك وكمان العقاب ودول صهرات تلفزيونية الفيديو بيخلص وفيه تعرفنا بشكل أكبر على الفنانة صحر حسين وعرفنا بنتها وحياتها الشخصية وكمان بعض من أعمالها وآخر أعمالها وهو مسلسل ست الحسن الفيديو بيخلص ويا رب يكون عجبكم وما تبسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعل القرص عشان يوصلكم كل جديد باي بوان ترجمة نانسي قنقر